من شبرة الخضار يبدأ الحل يا سمو الرئيس افتتاحية العميد أحمد عبد العزيز الجار الله لا نكشف سرا إذا قلنا إن حكومتنا كافة وخصوصا الأربع الأخيرة لا تدري وين اللحطها فهي تذهب متأخرة إلى معالجة الأمور ولا تتعلم من التجارب وإذا حاولت تخطئ التصويب بل تبتعد عن الهدف الذي أمامها وخير دليل على ما نقوله أن مجلس الوزراء المكلف تصريف العاجل من الأمور استيقظ من ثباته فجأة وعقد جلسة استثنائية لمناقشة قضية الأمن الغذائي ووجه سمو الرئيس بتشكيل لجنة لتعزيز تلك المنظومة خشخبر توصل إليه المجلس الهمام لكن ما فات سمو الرئيس والوزراء كافة وأيضا جيش المستشارين العرامرم هو أن هذه القضية مطروحة منذ ستة عقود ووضعت لها الخطط التي انتهت إلى توزيع مزارع وجواخير على المواطنين أصل عددها إلى نحو خمسة ألاف مزرعة وألاف الجواخير ومعظمها تحول قصورا ومنتزهات وبينما هناك نحو مئة وأربعين مزرعة منتجة فالكويت لا تزال تستورد نحو ثلاثة وتسعين في المئة من غذائها لنقولها صريحة حكومتنا أخفقت في هذه القضية إذ لم تعمل كبقية الدول المجاورة التي حولت الصحراء مزارع غناء تنتج غالبية محاصيرها وبعضها زرعت القمح ووفرت كل أنواع الرعاية لمربي الماشية للحد من الاعتماد على الخارج فيما الكويت اكتفت بالشعارات فقط قبل تشكيل أي لجنة لماذا لا تتحرك الوزارات المعنية وتحارب مافيات المواد الغذائية والخضروات التي تستحوذ على كل شيء في هذا المجال الحيوي بل إنها تفرض على المزارع الكويتي أسعارها وكيف يصرف إنتاجه وإذا رفع صوده معطردا دفعته إلى رمي محصوله في القمامة لأن ما عنده ظهر بينما حكوماتنا لا تحرك ساكنا لأن عربي تلك المافيات التي تحتل شبرة الخضار وأسواق المواد الغذائية في الكويت من الأسماء الرنانة الذين تفتح لهم كل الأبواب بل هم من يشيرون على الوزراء أن مات عملهم نقول لسمو رئيس مجلس الوزراء الذي لا يرى من الغرباء قصير نظر وسوء الإدارة خيبة وثوب أسود والثابت في العالم العربي أن لجان مقبرة القضايا لذا فأن اللجنة الأخيرة ينطبق عليها المثل الشعبي كأنك يا بوزيد ما غزيت إذ منذ بداية جائحة كورونا ناد الكثير من الخبراء بضرورة وضع خطة لتعزيز الأمن الغذائي محليا والسعي إلى عدم الاعتماد الكلي على الاستراد من الخارج بل إن في الحرب العراقية الإيرانية كانت هذه القضية في واجهة الاهتمام ووضعت الخطة لها التي شبعت موتا في أدرج الحكومات ومجالس الأمة العالم اليوم تقدم كثيرا وثم تنظم تقنية للري والزراعة تجعل من قطعة أرض مساحتها ألف متر مربع كافية لإطعام ألف شخص فيما نحن على طمام المرحوم بسبب غياب الإرادة الصلبة لمواجهة المافيات التي يبدو أنها ستكون الآمر الناهي في اللجنة الوزرية ولأن فاقد الشيء لا يعطيه والحكومة فاقدت القدرة على العمل فأن الإجراءات الجديدة هي مجرد مسكنات لا تصمن ولا تغني من جوع لذا على الأمن الغذائي السلام فالكتب تقرأ من عنوينها ولنا في جيش الهيئات والمؤسسات الرقبية التي بعضها متهم بالفساد خير دليل على عدم معالجة هذه المسألة الحيوية المؤسف أن مسؤولين يعتقدون أن المناصب مجرد شكليات فلا ينزلون إلى الشارع كيروا أحوال مواطنيهم ولا يعودون إلى أرشيف مؤسساتهم لهذا الكويت تعاني من التراجع المستمر على المستويات كافة فهل هناك رئيس مجلس وزراء استمع إلى الخبراء الاقتصاديين أو اجتمع بالمزارعين ومربي الماشية ولا اتلاع على اقتراحاتهم واحتياجاتهم؟ أيها السادة أعرف أن ما يجري في الكويت جعلها أضحوكة المنطقة فالجميع يتندر علينا لأن الإدارة التنفيذية انفصلت عن الواقع وتعيش في كوكب آخر لذا يسأل الأشقاء في الخليج أليس هناك من يعالج الأمراض التي تعانيها الكويت؟ إذا وجدت النية والجدية لمعالجة هذه القضية فليس على سمو رئيس مجلس الوزراء إلا الذهاب إلى شبرة الخضار والاتلاع بنفسه على واقعها ومعرفة أسماء وشخصيات عربي المافيات التي تتحكم بأسعار الخضار والمواد الغذائية في طول الكويت وعرضها فمن هناك يبدأ الحل